أودعت المملكة إلى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية سكى الانضمام إلى اتفاقية نيس وذلك في إطار شراكاتها الاستراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة ووفقاً لرؤيتها عشرون ثلاثون مثل المملكة في مراسم التوقيع التي تمت بمقر المنظمة سعادة المندوبة الدائم للمملكة بجنيف السفير دكتور عبد العزيز الواصل بحضور المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد دارين تانك نودع اليوم سك انضمام المملكة إلى اتفاقية نيس بشأن التصريف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات حيث ستستفيد المملكة من الاتفاقية في أغراض تسجيل العلامات التجارية تعد قوانين حماية الملكية الفكرية عاملاً مهماً لتطوير الاقتصاد وفي المملكة العربية السعودية تحدد رؤية المملكة عشرين ثلاثين عدداً من الأهداف من أجل تنوية مصادر الاقتصاد الوطني وتعمل المملكة على تعزيز الابتكار المحلي وتحسين خدرة الاقتصاد الوطني كما تزعى دبلوماسيتها في جنيف على تعزيز دور المملكة في الساحة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ونصر ثقافة الملكية الفكرية واحترام الحقوق الفكرية في شتى المجالات المملكة العربية السعودية لها علاقة ممتازة جداً بالمنظمات الدولية عموماً وبمنظمات الدولية الملكية الفكرية خاصةً في ظل اهتمام المملكة بتطوير القوانين والمعايير ذات الصلة بالملكية الفكرية اليوم أودعنا صك اتفاقية نيس وقبل ذلك أودعنا عدد من الاتفاقيات وستستمر المملكة في تطوير الإجراءات والقوانين لأجل مزيد من الحماية للملكية الفكرية المدير العام للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية أشاد بجهود المملكة في حماية الملكية الفكرية والإنجاز الذي حققته في مجال براءة الاختراعات بجانب الدول الصناعية الكبرى حيث جاءت المملكة في مقدمة الدول كأكبر مستخدم لنظام معاهدة البراءات بالنسبة أكثر من 72% في عام 2020 برغم تحديات كوفيد-19 شراكة استراتيجية بين منظمات الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية تستند على رؤية المملكة 2030 طه يوسف حسن قناة الإخبارية المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية جونيف